الاسئلة اللي مقدمها دي في هذه الفرصة فريق خدمة الميديا فيها سؤال اه ارى انه صاحبته اخت فاضلة مهزبة في سؤالها عشان كده ههتم بان اجاوب عليها بالتدقيق اول حاجة لفتت نظري في هذا السؤال انها بتقول ولاني احبكم ادعوكم الى الله الحق هداكم الله للخير والحق انا بس عايز اقول في البداية انه الله لم يرى احد قط ولا حتى الانبياء رأوه حتى القصة المعروفة عن موسى النبي انه طلب ان يرى الله فالله لم يسمح له وقال له لا يراني الانسان ويعيش حسب نص التوراة فكل ما عند البشر من فكرة عن الله غير مبنية على رؤية او معينة حقيقية ولكن هي صورة ذهنية اه كوانها البشر سواء من الدعوات اللي سمعوها من الانبياء اه او اللي تعلموه من كتب الاديان او من الفطرة الى اخره في النهاية لم يرى احد الله وعلى هذا الاساس يعني اه بداية عايز اقول بكل تواضع اننا كبشر لا نعرف الحق المطلق اللي هو الله اه ولم نرى الله ومن ثم اه اه اذا اردنا ان ندعو بالهداية الى الحق المطلق فعلينا ان ندعو بالهداية لنا جميعا لاننا جميعا لا نعرف من هو الله الحاجة التانية اه في السؤال بتاعها انها بتقول ايات من القرآن الكريم والفكرة اللي عايز اقولها في البداية عشان الامور تبقى واضحة انه عيسى ابن مريم المذكور في القرآن الكريم ليس هو يسوع المسيح في الاناجيل مسيح الاناجيل الصور مختلفة والشخصية غير متطابقة ومن ثم فنحن نحترم ونجل القرآن الكريم لانه الكتاب الكتاب الموحى به الى نبي الاسلام والى المسلمين ولكن هذا لا يعني خلط الاوراق انه نتكلم عن عيسى ابن مريم بانه هو يسوع المسيح لا الحقيقة هما عيسى ابن مريم في القرآن الكريم هو عبد من عبيد الله نحن موافقين ان عيسى ابن مريم هو عبد من عبيد الله وغير مختلفين على هذا والكلام غير غير متطابق على يسوع المسيح الحاجة التانية كمان اللي احبه اوضحها لصحبة السؤال والكلام ده مهم في فهم التباين بين المسيحية والاسلام انه النصارى المذكورين في القرآن الكريم اللي هما الشيع المسيحية اللي كانت في الجزيرة العربية وقت ظهور الاسلام هؤلاء ليسوا نحن المسيحيين ونحن المسيحيين ننظر الى هذه الشيعة كشيعة منحرفة عن الايمان المسيحي ومن ثم فحينما يشرح البعض الكلام المذكور في القرآن الكريم عن النصارى انهم المسيحيين هذا ايضا غير صحيح لا احنا احنا مش النصارى احنا المسيحيين واحنا مش متفقين على ما يعني اعتقد به النصارى ونحن نرى ان النصارى هؤلاء شيعا خارجا عن الايمان المسيحي كما نعتقد به اما الحاجة التالتة في السؤال فصاحبة السؤال بتقول في الاجابة اللي بعد كده انه الطريقة اللي بيؤمن بيها المسلمين بواحدية الله مختلفة عن واحدية الله كما يؤمن بيها المسيحيين ده صحيح مئة بالمئة فعلا طريقة فهم الاسلام لواحدية الله مختلفة عن طريقة فهم المسيحية لواحدية الله وعشان كده قلت في البداية انه هذا التباين ليس معناه ان يحكم واحد بتخطيق الاخر وده ما يلغيش ان انا هشرح لك بالضبط كيف يؤمن المسيحيون بواحدية الله بس قبل بقى ما اقول الشرح انه اه اذكرتي الاية اللي في القرآن الكريم ان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد احنا متفقين طبعا ان الله لا يلد ولا يولد لان الله ليس له جسد حتى يلد ولا يولد ولا شيء بهذا قبيل واذا تحدثنا عن المسيح اللي هو مسيح الاناجيل فمسيح الاناجيل انسانيته وجسده الانساني مخلوق من الارض ليس ليس جسد المسيح الانساني اه هو اللي مولود من الله ولا ان الله ولده ولا انه صارت له صاحبة طبعا الامان المسيحي بتاعنا اه خارج كل هذا اه ليس نحن الذين نقول بهذا على الاطلاق مال احنا بنقول ايه احنا المسيحيين بنقول ايه وكيف نفهم واحدية الله احنا بنقول ان الله واحد ليس بمعنى الحسابي اللي هو واحد اتنين تلاتة اربعة ده اسمه الواحدية بالمعنى الحسابي ليه ليه ما بنقولش ان الله واحد بالمعنى الحسابي اللي هو واحد اتنين تلاتة لان الواحد الحسابي كمية وهو كمية اقل من الاتنين والاتنين اقل من التلاتة فاذا قلنا ان الله واحد بالمعنى الحسابي فقد جعلنا الله اقل كمية وقد جعلناه كمية ولكننا نقول ونؤمن ان الله واحد بالمعنى بمعنى الكل انه الكل الذي يحيط بكل شيء ولا يحيط به شيء فالواحدية هنا تعني الكلية اللانهائية في اليمان المسيح يعني وليست الواحدية بالعددية ومن ثم ففي الوقت نفسه اللي فيه بنؤمن انه الله واحد كل يحيط بالكون كله بكل هذه الضخامة الهائلة للكون فاننا ايضا نعتقد بان الله نور لا يستطيع احد ان يبصره ومن ثم فاذا تحدثنا عن النور وهنا هنفهم بقى كيف يفهم المسيحيين النور المثال اللي قدامنا مثلا الشمس مع ان الشمس جرم هائل الا انه محدود في الاخر لان احنا بنقول الله الواحد الكل اللي يحيط بكل هذا الكل ولكن عشان نشبه هنقول ان عندنا النور وعندنا الاشعة الصادرة عن النور ما دام النور نورا فلا بد ان يكون له شعاع خارج منه وإلا اذا ما كانش له شعاع ما عاد النور بعده نورا وهو ده معنى كلمة الاب والابن في المسيحية ان الله النور اللانهائي الازلي الذي يحيط بكل شيء وان منه يشع شعاع نوره وهذا هو معنى الاب والابن ولادة النور من النور وليس حاشا لله انه الله يشبه الانسان في الولادة الجسدية اما في الايمان المسيحي ما هي العلاقة بين هذا النور اللانهائي او بنتكلم بقى عن شعاع النور الخارج من النور والانسان يسوع المسيح او الانسانية المسيح المولودة من العزراء مريم قلت من شوية ان انسانية المسيح مخلوقة زي الجسد العزراء مريم من الارض ولكن معنى التجسد ليس ان الله اللي مالوش اول الاخر ينضغط ودخل جوه جسد انسان لا مفيش كلام من ده معنى التجسد ان شعاع النور الازلي ظهر في هذا الجسد الانساني ومن هنا فالمسألة انه ان المسيحيين يؤمنون بالاله بواحدية الاله لما ظهرت المسيحية كان الثقافة السائدة في الامبراطورية اليوناثية هو تعدد الالهة ومن ثم اضطغضوا المسيحيين وكانوا بيقدموا للأسود لانهم بيؤمنوا بإله واحد ومن ثم التهم منهم يلحدوا بباقي الالهة فما فيش حد بيغطي على ايمانه او بيمكر ايمانه لو كان المسيحيين بيؤمنوا بثلاثة الالها كانوا حيقولوا ويصروا ويفتخروا ويدفعوا وهكذا بس دي مش الحقيقة الحقيقة انه الله واحد وما ينفعش ان يكون في حد تاذي غيره معاه لان هو يملأ الكون كله يحيط بكل شيء فلا يمكن ان يكون له شريك وزي ما احنا قلنا في بداية الحديث الله لا يمكن ان يكون له ولد ولا اي شيء من هذه التعبيرات الانسانية واهلا وسهلا بكل من يسأل بهذه المودة لكي نشرح ما هي المسيحية ونقرب وجهات النظر علشان يصير فيه تعايش ومودة ومحبة بين المسيحيين والمسلمين شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة